مبالغ طائلة يستنزفها الفضائيون ومزوجوا الرواتب تصل إلى ربع النفقات التي تصرف للرواتب شهريا مراقبون أكدوا أن تطبيق مشروع الرقم الوظيفي يعد الحل الأمثل للقضاء على تلك الظواهر عبر توحيد قاعدة للبيانات استنزاف كبير للموازنة الاتحادية جراء وجود آلاف الموظفين الفضائيين ومزدوج الرواتب تصريحات سابقة لوزير المالية أشارت إلى وجود نحو 300 ألف فضائي إلا أن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن العدد أكبر من ذلك بكثير وأنهم يكلفون الدولة نحو 24 مليار دولار سنويا صندوق النقد الدولي في تصريح سابق توجيه للحكومة العراقية أشار إلى 250 ألف مزدوجي الراتب وتقريبا بالحدود 500 ألف فضائي يعني وفق تقديرات المزدوجي الراتب يكلفون 18 مليار دولار والفضائيين يكلفون 6 مليار دولار والفضائيين بالدرجات الدنيا بينما المزدوجي بدرجات العليا ف24 مليار دولار تقريبا يكلفون الموازنة سنويا مجلس الوزراء كان قد طرح معالجة قضية الرواتب التي تمنح لأشخاص وهميين وحالات الجمع بين أكثر من راتب عبر إصدار رقم وظيفي لكل من يتقاضى راتبا من الدولة وهي خطوة يراها مختصون بأنها ستضع حدا لهذه الظاهرة الرقم الوظيفي أو البصمة الوظيفية بخصوص من يتقاضى راتب من الدولة العراقية شاملا كافة أنحاء الدولة العراقية بمعنى حتى أقلين كردستان يجب أن يكون مشمول بالرقم الوظيفي أو بالبصمة الوظيفية لأنه سيحد بشكل كبير من عمليات التزوير وأعداد الفضائيين الذين يتقاضون رواتب من الدولة العراقية وإلى جانب إثقال كاهل الموازنة بمليارات الدولارات يقول متابعون أن وجود الفضائيين يقلل من فرص توفير درجات وظيفية للخريجين الشباب ويفاقم أزمة البطالة وبحسب اقتصاديين فإن النفقات التي تصرف على الفضائيين ومزدوجي الرواتب تأخذ نسبة كبيرة من أموال الموازنة الاتحادية واستقطاع هذه الرواتب سيوفر على الدولة أموال طائلة بإمكانها أن تنفقها على قطاعات أخرى من بغداد محمد جبا العراقية الإخبارية